أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل من فعل معصية ثم ثاب منها ولكنه كلما تذكر المعصية يندم عليها ومن حيائه أنه يتمنى أن لم يقعلها ويكره نفسه عند ذكرها هل هذا يناقض الإيمان بالقضاء والقدر؟ لا هذا من شروط التوبة أنه يندم عليها هذا علامة صدقه هذا علامة صدقه للتوبة هذا شيء طيب يكون يندم ويلوم نفسه هذا علامة الخير وعلامة صدق التوبة وهذا من شروط التوبة أن ندم على ما فات نعم